أسعد على الوقاتكم مشاهدين وتابعينا مكملين معكم مشوارنا ورحتنا مع المتفوقين والمتفوقات المميزين في محافظة طول كرم اللي فعلا هم عنوان نفتخر فيه وين ما كانوا في هذا البث المباشر مشاهدين وتابعينا نلتقي مع الطالبة لما أحمد جبريل اللي طبعا حصلت على معدل تسعة وتسعين وستة يعني ما شاء الله عليك مبارك ياريت تضحكي قبل ما أبلش الموقع المقابلة في حدث تسعة وتسعين وستة ومضحكيش كنا بدها مية احنا راح نعطيها المية مننا خلاص راح نكمله مش مشكلة طيب لما أول شي مبارك الله يبارك فيك وفي تلفزيون الفجر طبعا يعني احنا فجر دائما ضاويين ومبسوطين وسعيدين يعني انتك لازم اليوم تكوني مبسوطة كيف حصلت على هالمعدل باجتهاد والتعب والكد والتنظيم والمتابعة طبعا يعني خنا نقول ما كانت إشي يفوتني في الصف ولا في إشي يفوتني أنا كنت ملمة بكل أشياء الحمد لله كنت يعني أزعل على علامة وعن نص العلامة لا كنت أحس بقيمتها الحمد لله يعني أنا حصادة الإشي اللي أنا كنت نتوقعته واتوقعت الأعلى طبعا وشكرا لك شو ناوي تدرس يعني زي والدك يعني تخصص في عالم الكلا ولا شو لك تدور على إشي تاني أنا بصراحة بالي القانون أنا بمين للشخصيات السياسية أكثر بس إن شاء الله راح أستخير أشوف بين الطب والقانون وأختار الإش الأحسن يعني ممكن أكون زي شخصية سياسية ودارس طب زي دكتور الحكيم جورج حبش طبعا بس إن شاء الله خير في الأيام الجاي راح أكون في خيار دقيق أكثر ممكن تحكينا للناس كيف يعني لما حصلت على هالمعدل يعني شو بتنصحيهم يعني خاصة اللي جايين على السنوات المقبلة أول شي التوجيه هي كلمتان متابعة وتنظيم يعني باختصار ما يحرموا حالهم من إشي يعني إذا بك تطلع إطلع ولكن كله بالمعقول طبعا أهم إشي الراحة النفسية الراحة الجسدية النفسية ثم النفسية ثم النفسية للطالب بعدها أكيد لازم يكون كل الوسائل متوفرة للطالب الجو البيتي أهم إشي طبعا أكيد يكون عنده مصادر مثل اليوتيوب أنا أكيد كنت تعتمد عليه بشكل أساسي في المواد والمواد العلمية مثل الفيزي طبعا يعني هذا اللي بنصحهم فيه كمان إنهم يبازلوا بين النفسية وبين الدراسة كيف الوالدي والوالد دوروا معك في البيت أثناء الثانوية أنا إما كانت تساعدني بالمواد الدراسية لما كنت أحتاج طبعا وأبوي كان ساعدني موضوع علي من النفسي يعني وأنا يعني الحمد لله ما كنت محرومة من إشي كانت الجميع الوسائل متوفرة للي عشان أحصل على هيك معدل وأنا كنت متوقع الحمد لله لحالي ومتوقع أكثر إحنا بنبرك لك كمان يعني ما شاء الله شخصية سياسية منها اللا بس إلا ما نيجي نتوسط عندك في وزارة من الوزارات إقبالينها كمان إن شاء الله مش تقل عندك؟ أكيد طبعا إن شاء الله ما شاء الله خصية طيب أنت بتحبي الأكل ولا تحبيش الأكل طبعا طبعا عشان هيك اخترنا لك مطعم بلس مطعم بلس مبروك عليهك قالت مبروك شو بتقول لي لهم ولا مين تهدي هذا الإنجاز أنا بهدي الإنجاز هذا للعلام كله ولا إلي أنا أو بداية ولا أهلي ثانية وطبعا لكل فلسطين قبل كل إشي والفضل لربنا سبحانه وتعالى ثم الفضل للناس اللي ولو كان لهم جزء بسيط أنا حسيت على زي بقنا نكون البناء متكامل كل شخص كان مثل عضو أساسي في هذا البناء بيحط حجر يعني بيبني هذا البناء المتكامل اللي أنت شايف قدامك اليوم طبعا كثير شفنا علامات السنة بس دائما الشخصية مش العلامة الشخصية ثم الشخصية هي اللي بتصنع الشخص يعني ما في داعي منحكي عن محافظته الكرم ومحافظة الإبداع والتمييز اللي شفت السنة علاماتهم كانت كاسحة بالنسبة للمحافظات الثانية ومس أما إن شاء الله بس نبين عليك رح تكون رئيس وزراء ونذكر بعض إن شاء الله أشكركم مبارك تسلام شكرا إليك شكرا يعني والد أيضا لما يعني لما ما شاء الله شخصية اعتبارية صرف من الآن يعني بتفوقها ونجاحها شو بتكلها اليوم أول شيء أنا بشكر قناة الفجر الجديد قناة التمييز اللي هي القناة دائما السباقة سواء بالمتفوقين سواء في مجال الصحة سواء في هموم الناس الهموم الكرمية دائما سباقين الفجر الجديد أول شيء أنا بقول مبروق لنما تستحق وعن جدارة صح تستحق أكثر ولكن زي ما تفضلت أستاذ منتصر ما فيه أكثر والمعدل هو يعني هي مرحلة وتجربة والحمد لله هي على قدها أنا بشكرها بشكر والدتها والدتها اللي هي اللي بنتها صح وهي اللي بلشت من الألف لللياء فعلا بشكر مدرسة كفر زباد بشكر الأستاذ فالح أبو جعفر وقفته وداعم ومشرف هذا الرجل بشكر كل الأساد اسما حتى الست المرشد التربوي مؤمن الجميع كل أسادتها ما قصروا حتى اللي استعنى فيهم على التلفون يعني لا يحضرني الأسماء قدر ما يحضرني الأستاذ جاسر من كفر عبوش بالرياضيات الأستاذ كمان رشيد في اللغة العربية من نابلس الأستاذ عبدالله البوم بالفيزياء يعني كل الأساد ما قصروا بكاترة ما شاء الله على مستوى أنا بكلها مبروك أنت خدمتي لهذا المعدل واستحقتي عن استحقاق جدارة وبشكرها عبركم وبشكر والدتها بيضوها ورفعوا الرأس عقولتهم وإن شاء الله رأسنا ورأسكم بظل مرفوع دائما يعني ما شاء الله تستاهل وتستحق وأنا يعني انت تعرف أستاذ منتصر إحنا مش مثاليين كثير ولكن بنصحها تدروس الدراسة اللي بتحبها حتى تبدأ زي ما أبدعت هي ميالة للسياسة وميالة للقانون وميالة للنظام إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يكون على إيدها تغيير يا رب مبارك اللهم أمم يلا يبارك فيه مبارك ريب يعني والدها ووالدتها يعني هم عنوين اتنين يعني دائما داعمين ودائما واقفين كمان الدكتور أحمد جبريل وأيضا داعمين يعني أنت والدتها والشي مبارك يعني إليكتوري كبير جدا دكتورة كمان يعني ما شاء الله يعني بيت متعلم وبالتالي مفروض يخرج زي هيك سياسيين رائعين أمثال لما شو تقولي لها اليوم بقولها ألف مبروك يا لما وتعبتي ونلتي أكيد وهذا يعني ثمرة جهد مش سنة 12 سنة وهي يعني لا شك أنها تعبت حال كثير هاي السنة ربنا وفقها وعطاها لبيدهية وإن شاء الله اللي قدام يعني تأخذ كمان وكمان وتستحق في عهي تستحق لا شك وبتمنى طبعا إليها تفوق دائما وبالنسبة تخصص تختار اختار لبيدهية أكيد وإن شاء الله يا رب الله يعطيها لبيدهية وكل شك لكم أكيد يعني كقناة الفجر نداعمين الطلاب المتميزين وإنتوا دائما نوقفين معهم وما بتنسوهم وشكرا جزيلا لكم يعني طبعا ما بننساك وانا بننساهم أكيد شكرا لكم مبارك الله يباك فيك أنا بشغل بسيطة بس أنا بهدي هذا النجاح أولا يعني الصحيح لوالدي في الكويت ولوالدي روح والدي رحمة الله عليها هي كانت أمنية حياتها تشوف لما هيك كويسة وكذا وماشاء الله عنها ما كسرت أبدعت وبيضتها بهدي كمان لفخامة الرئيس محمود عباس بهدي للأسرة بهدي للشهداء إذن مشاهدين متابعين شكرا لوالدها الدكتور أحمد جبريل شكرا لوالدتها الدكتور أيضا اللي حواليه اللي كانوا داعمين اللي دائما رسموا البسمة والكمان الدافعية حتى توصل لما للشخصية فعلا اللي قالت هي الشخصية الأساس كمان وإن شاء الله منشوفها سياسيه كبير جدا ونتمنى لها توفيق في مسيرتها الجامعية رب العالمين مشاهدين متابعين مشكركم على وجودكم معنا دائما في هذه المسيرة مسيرة النجاحة والتفوق في محافظة طول كريم واللي دائما منهدي هذا الإنجاز لفلسطين للقدس العاصم للشيخ جراح لكل الوطن الجميل لغزي العزة وأيضا نهدي هذا الإنجاز والتفوق لشهيد الرمز ياسع رفات اللي قال إنه هذه محافظة التفوق والنجاح محافظة طول كريم وهي روادها وهي فرسانها وفارساتها نشكركم على وجودكم معنا أشكر زميل علاء الجلد من وراء الكاميرا جناني هلال وأيضا إسماعيل بلعاون للبث المباشر ومني أنا منتصل عنني ولكن خلي عيونكم معنا متواصلين في جولاتنا مع فرسان وفارسات النجاح